خلينا نروح بقى نرجع نكمل كلامنا مرة تانية عن النادي الأهلي وإن شاء الله يوم الخميس الجاي في لقاء أمام الجونة في رابطة الأندية. فكرك غياب لعيبة أساسية عن هذا اللقاء. هيبقى له فرق كبير ولا إحنا جاهزين برضو؟ لا هو يمكن بس اللي ممكن يعطلنا شوية الاربعة لعيبة اللي جالهم كورونا الحقيقة. ونتمنى من ربنا أن يوم على يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله يبقوا اللعبة دي كلها خلاص شفيت ويخشوا جوا الفرقة. أعتقد إن إحنا عكس ما بنتكلم على منتخب مصر أو عكس ما بنتكلم على طولة العالم الأندية إن إنت بتخسر عشرة عشرة من التيم الأساسي. لكن إحنا هنا لا بالعكس في لعيبة هتثبت وجودها وفي لعيبة عوزة مستني الفرصة الحقيقة وعندنا نجوم كبار جدا وعندنا لعيبة كبيرة جدا يقدروا يثبت وجودهم في المسابقة اللي إحنا بنتكلم عنها. يعني الجملة الشهيرة بتاعت الأهلي بمنحضر متحققة كده كده إن شاء الله. متحققة في كسر ربط. لكن عشان تيجي تقولي بمنتهى الأمانة نجد تتحقق في كسر العالم الأندية لأ هقول لك صعب. يعني إحنا اللحظة اللي مستنينها بقنا كثير والبطولة اللي إحنا عادين متعشبين فيها ومجرد مشاركتنا فيها شرف كبير. يحصل معنا كده. للأسف الشديد. للأسف دي أنا بقول لك يا كريم أول مرة في تاريخ الكورة من ساعة ما أنشأت الحقيقة إن تلاقي في عدم تنصيق ما بين تحاد دولي والتحاد الأفريكي. ده ما إزاي يعني ده الفكر ده إزاي. ده يخلي مين الأقرب للوصول للمباراة النهائية في كسر العالم الأندية في رأي حضرتك. يعني هو. يعني تعالي نحايد مصري كده بس ندوك مين كمتين. طبعا خلاص هتروح لتشيلسي تيم كو جدا يعني تشيلسي طبعا إحنا بنتابعين. هو الأقرب للنفوز بالبطولة. طبعا 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 تشيلسي الحقيقة إحنا متابعين الدور الإنجليزي. لا ده يمتلكه كمان هو دور الأبطال للموسيم اللي فات وحاجة طبعا عندهم طبعا لعيبة على مستوى عالي جدا 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 جدا. يعني يمكن إحنا زي ما قلت لك صعب. هتبقى المباراة الأولينية بالنسبة لنا صعبة جدا مبتولة العالم الأندية عشان أنت بتفتقد عشرة لعيبة. عشرة لعيبة مش عشرة لعيبة إيه يعني فيه مثلا أربعة مثلا بشاركوش. ده العشرة جوه الحد واشر يعني عشرة جوه الحد واشر دي اللي هتبقى مصعبة الأمور علينا. طب إحنا عندنا في منظومة صناعة البطل يعني صناعة الأبطال كروية ليه ما عندناش خمسة وتلاتين محمد صلاح واربعة وتمانين تريزي جيه ليه ما عندناش كده. والله إحنا عندنا الحقيقة لعيبة كتير ممكن تروح للسكة يمكن أن محمد صلاح الحقيقة كريم تسأل في أحد اللقاءات والحقيقة. قال على بعض اللعيبة بس أهم حاجة اللعيب يشتغل على نفسه يعني محمد صلاح ما بقاش محمد صلاح اللي احنا كل العالم بيقول عليه أنه هو أفضل لعيب في العالم حاليا دلوقتي. إلا لأ دراجة ده يشتغل على نفسه بشكل كبير جدا. ليش حد يوصل للمكانة دي حتى كريسيانو ورونالدو وميسي يعني كل اللعيبة الكبار بيشتغلوا على نفسه. طبعا احنا هقول لك حاجة محمد صلاح الموسم ده بيعمل حاجات ما كادش عنده يعني الحاجات المروغات اللي هي في مساحات دايقة اللي واحد اتنين تلاتة ويعمل سبعة ويعمل تمانية ومش عارف ايه الحاجات دي مكادش عنده اشتغل على نفسه فيه مدرب جايله راح له ناك عشان يزوده في الحتة دي النادي جايب له مدرب عشان يزوده في الحتة المهارة اللي هي في المساحة الديقة. ايه دي بقى صناعة النجم اللي انا بكلم عنها. طبعا 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 هي زي العملية مش سهلة بس اهم حاجة الطموح وان انا اشتغل على نفسي كنجم. احنا يعني عندنا نجوم الحقيقة نجوم كبار جدا جدا لو اشتغلت على نفسيها ممكن يروح للمكانة محمد صلاح بشكل سهل يعني.